بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيجوا مبدأ لنا الطلاب. طلاب سكندريتو. مع حصة جديدة من حصة ساينز مع شريف الهواري. اه في البداية بفكركم نحن نعمل سبسكرايب للقناة. ونعمل فولو لصفحة ساينز على الفيسبوك. اه طبعا اه ان شاء الله بازن الله هنزلكم الشيط ده موجود تحت الفيديو عشان تبتدوا انتم تذكروا منه بازن الله. وهنزلكم الشيطات تانية في حاجات تانية منقولة عن بعض المدارس. هنزلها لكم عشان طبعا الهدف منها الافاة اللي انت تستفادوا. بغض النظر عن ان الشيط ده يخصيني او البوكلي ده يخصيني او لا. اه طبعا يا ولاد الحصة اللي فاتت كنا اتكلمنا عن اه اذا مودرن اتوميك ثيوري وكنا اتكلمنا عن طبعا اه ثيوري. اه خلصنا اخر حاجة في كلمنا عن تانية حاجة اتكلمنا عن مبدأ اللي هو طبعا لعدم التأكد لهاينزبرج. وبقى هنتكلم ان شاء الله نهارده عن الجزء التالت من كان بيتكلم فيه عن يعني دي المعادلة دي ولا تحطها عالم اسمه العالم. اه شرودينجر. الراجل ده عمل حاجة اسمها ويف ميكانيكس ثيوري. ويف ميكانيكس. اللي هي المعادلة الموجية او نظرية المعادلة الموجية لشرودينجر. اه انت شرودينجر اعتمدت على مين في بتاعتك دي? قالك انا اعتمدت اعتمدت على عالم اسمه بلانك. وطبعا احنا عارفينه في الفيزيكس كنا درسنا اه ان هو ليه علاقة بالكوانتوم فيزيكس والماس والانرجي. طيب اه وبعدين مثلا مش هنيدرس طبعا مش موضوعنا خلص يا ولاد. بس عايزين اعرف بس هو استفاد من مين? استفاد من بلانك واستفاد من انشتاين. طيب الاربعة دول طبعا استفاد بينهم شرودينجر. وعرفنا اي بقى. نمبر وان. سهل ان احنا او من الممكن ان احنا نحدد يعني مصر اللي هي يا ولاد اللي احنا عارفين هم. احنا هطلع منا بندرسهم. طيب يا مستر اه عرفنا اي بقى عرفنا مسلا ما بينهم او المسافات بينها وبين مسلا. يبقى عملي وعرفنا المسافات المسافات اللي حاولين يا ولاد. تمام كده? وطبعا اللي هي تعتبر او محتمل والاماكن المحتمل تواجد فيها في طيب ايه كمان? اه طبعا نخلي بالكوا ان هو في السبع مستويات دول اللي هما دول في مناطق فيها هو يعني هو بقى اكتشف ان فيها اماكن فيها داخل ازاي مصدر? يعني احنا طول عمرين عارفين ان حواليها طلع بقى كمان ان هو اكتشف ان بحل طبعا بتاعته دي او المعادلة بتاعته اكتشف ان فيها هنا حاجة اسمها عارفين كده للمكتب بتاعك لما يكون ليه ادراك كده? تمام? المكتب شايل الكتب. طب شايلة فين? في بتاعته. اه يا مستر يعني هو او ده شايل الالكترونز. بس شايلهم فين بقى في حاجة اسمها اللي هي بقولك اماكن يعني اماكن محتمل تواجد الالكترونز فيها. مين هي? اللي هما يراد بعد كده سموها باسم سحابة من بص الصورة دي كده. يعني دي. اهي كده. في بقى منطقة كده حواليه اسمها دي اللي هما بيسموها باسم ايه? بيسموها باسم سحابة من الالكترونز. عارف كده لما تشغل المروحة. وتيجي الازرع بتاعتها الدور. بتحس ايه? بتحس كأن يا مستر الازرع دي كلها خط واحد سحابة كده. سحابة من الالكترونز. طيب ايه كمان اكتشفتو يا اه شرودينجر? اكتشف كمان يا ولاد. اه المنطقة المحتمل بقى تواجد الالكترونز فيها يعني بصو كده. ماشي. انت من بتاعتك شرودينجر عرفتنا ان الالكترون لخصائص موجي. طب ايه يا مستر ده قدل ايه يعني طبعا طبعا. ايه ده يا مستر? يعني هما استفادوا بقى من مصطلح ده السحابة الالكترونية ده. عشان نوصف حاجة اسمها يا ولاد. ايه مستر موضوع ده كمان? هتعالوا يشبه لكم تشبيه جميل او. وليكن المدرسة بتاعتنا هي او او هي 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 بتاعت المدرسة يعني المبنى بتاع المدرسة بتاعنا مسلا وليكن سيفن سيفن ليفلز او سبع ادوار بقى سبع ادوار. طيب كل دور او الادوار دي يا ولاد نفسها محتمل محتمل تواجد الطلاب فيها. ايه يا مستر طبعا. انا لو واقف هقول فين الطلاب بتاع مدرسة? في الادوار بتاعتهم. طب فين الاحتمال الاكبر بقى لتواجد الطلاب? في زبا يا ولاد. اللي هي ايه? اللي هي الفصول صح? الفصول اللي هي تعتبر مين? فهمنا? يعني يا ولاد بصوا القصة ماشي ازاي? كأن ان في حاجة اسمها اللي هما المين دي حواليها حاجة اسمها منطقة اسمها سحابة من طيب دي بقى فيها ايه? فيها غرف بقى. فيها اماكن كده اللي هي بقى الاماكن اللي فيها احتمال اكبر ان انت توجد تجد الالكترون اللي هما بيسموها باسم ايه يا مستر? بيسموها باسم اوربيتالز. انا عرف ان شاء الله في الدرس اللي جايب التفصيل. طيب يعني معنى كده معنى كده ان انت يا شرودينجر قلتلنا كده يعني وصفتنا وصف اكبر لوصف طبعا آآ مفصل جدا. طيب يبقى معنى كده انت اكتشفتنا حاجة اسمها وكتشفتنا حاجة اسمها وحاجة اسمها تعالوا نشوف كل واحد فيهم معناه ايه يا ولد? خلي بالنا يعني طبعا آآ منطقة منطقة الفراغ اللي حوالين طب ما لها يا مصر المنطقة دي منطقة من الفراغ حوالين نيوكليس من دي مصر الالكترون كلاود طب فيها ايه مصر فيها احتمال تفايند تمام زيه الالكترون زين اول داييركشنز ان ديستنسز اران دانيوكس مش تمام وما ايه هو الاربتال بقى الاربتال يولد زي ريجون وين وطبعا زي ريجون وذين دا الالكترون كلاود افهاي بروبابيليتي اوف فاينين دا الالكترون كده بالراحة ايه مصر الاربتال دا ريجون مناطق او زي ما احنا قلنا عليها غرف كده اللي فيها الالكترون كلاود اوف هاي بروبابيليتي تو فايندين دا الالكترون يعني يا مصر احنا نستائلين ان عندنا فيه الليفلز ديت في تحتها حاجة اسمها اللي هي الالكترون كلاود او السحابة الالكترونية دي اللي فيها ايه بقى فيها بتكون فيها بقى ايه هاي بروبابيليتي تو فايندين دا الالكترون زي كولد فيها عندها احتمالية اكبر ان انت تجد فيها الالكترون بيسموها باسم ايه زي ما احنا قلنا يا ولاد طيب عشان كده عشان كده بما انت شرودينجر عملت فانت اكيد عملت لان اي اولاد عشان تثبت صحتها لازم تكون لها معادلة سموها طبعا باسم المعادلة الموجية طبعا 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 الحل بقى الرياضي بتاعها يا ولاد عرفنا حل المعادلة بتاعت دي عرفنا حاجة اسمها اللي هما كام عدد اسموهم باسم اعداد الكام اللي هما ان شاء الله الحصة اللي جاي بالتفصيل هنتكلم عن دول ونفهمهم لان دي طبعا بقى اساسيات مهمة جدا لي اللي جاي آآ يارب نكون فيهمنا الجزء اللي كان فاضل لنا من الدرس ان شاء الله انتظروا الدرس التالت هنشرحوا بالتفصيل بازن الله آآ كل التوفيق اليكم وما ننساش نعمل للقناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته